تعالى نبدأ الحكاية من البداية حوالي عشرة أو حداشر ساعة تقريبا حصلت الحادثة اللي انت عارف عنها كل حاجة عربية ميكروباس جاية من قرية في مركز من مراكز أو مركز أشمون في محافظة المنوفية هتعدي على الرياح البحيري في منطقة منشأة الأناطر وجواها بنات بنات الحقيقة الله يرحم الجميع بنات زي الفل رايحين علشان عندهم شغل بيشتغلوا في شركة بتصدر الفكاة مهم رجبوا الميكروباس زي ما حضرتك عارف في بلدنا وفي الأرياف وفي القرى بنبقى عارفين المشهد ده بنات رجبوا الميكروباس السواق طلع الناس بتقول يعني زي بقولك كده صباح الفل بنات رايحين يكلوا لقمة عيش ومي بيستفتحوا وبالمناسبة واحدة من البنات ده كان أول يوم عمل لها الله يرحم الجميع المهم ماشين من اتجاه المنوفية لمنطقة منشأة الأناطر طروية تبع محافظة الجيزة طلعوا على بالعربية على المعدية طيب هنا بتبدأ الحدوتة الحدوتة اللي فيها أكتر من قول مبنية على زي ما يقولك شهود العياني لما تيجي تقرأ الأخبار المنشورة أو القصص التي نشرت عن الحدثة دي في مختلف الصحف هتجد تقريبا تقريبا أنه كلها بتتفق على نقطة معينة لشان فيه ناس تيجي تقولك إيه السواء عمل السواء ما عملش السواء سواء لو حضرتك قريت التفاصيل طبقا لشهود العيان هتلاقي أنه الغالبية العظمة اتفقت على الرواية القدية السواء واقف بالعربية على المعدية وبعدين حصل أنه مجموعة من الشبان للأسف الشديد بدأوا يعكسوا البنات اللي في العربية اللي سيئها هذا الرجل فالرجل خدته الحمية والشهامة بالمناسبة فتح باب عربيته ونزل يتكلم مع العيال دول يوقفهم عند حدهم يعني قيل خد بالك احنا بنتكلم على هنا بقى إيه قيل لأنه قيل دي مبنية على إيه مبنية على الكلام اللي قالوه بعض من شهود العيان في هذا الحادث لسه في حاجة اسمها إيه التحقيقات في حاجة اسمها التحقيق بتاع الشرطة في حاجة اسمها التحقيق بتاع النيابة إلى آخره وعليه لا داعي للجزم بأي شيء على الإطلاق ما لم يرد في نص التحقيقات واللي هتاخد مجراها بالملي قيل إنه السواء في ظل وفي غمار الحدث نسي شد فرامل اليد بتاعة العربية الميكروباس اللي هو بيسوءها وده اللي أدى اللي تحرك العربية وسقطها في المية يبقى إذا كانت هذه الرواية هي الرواية الأصوب فيبقى نمرة واحد المعادية مغرقتش العربية تحركت من مكانها إذا كانت الرواية بقولك إذا وأنا عارف يعني أنا بستخدم الكلام والمصطلحات بمنتهى الدقة إذا كانت الرواية دي هي الصحيحة والأصوب واللي هتتفق مع التحقيقات اللي هتكشف أو اللي هتكتشفها النيابة واللي هتعرف منها التفاصيل وتصل إلى النتائج النهائية وصولا إلى المحكمة فيبقى هذا الرجل خادته الشهامة ليه أنا بقولك الكلام ده بقولك لأنه أنا من الناس اللي ما بتحبش السوشيال ميديا وبالتالي ما بحبش الهري والنكت بتاع السوشيال ميديا بعض أو جانب من السوشيال ميديا ذهب إلى إدانة السائق طب أنتوا بتدينوا السائق على أساس إيه ده سؤال مهم جدا هو أنت كنت هناك طب أنت علم ببواطن الأمور طب أنت يعني اللي جاي بتديه من ديله السوشيال ميديا الأسف الشديد عليها مجموعة من الأشخاص والعقليات والنفوس الحقيقة طول الوقت شايفين أنه هم ليهم الحق في كل شيء بقى في الفتية يعني تجرؤ في الفتية في الدين باختلاف الشرائع ليهم الحق في تحليل المباريات طول الوقت وهم شطار مجايبين الدين من ديله ليهم الحق في تحليل السياسة وتحليل الاقتصاد وتحليل الحوادث وتحليل الجرائم تحليل أي شيء ومش بس بقى بيحل بقولك أنا بس بتصور لا الناس للأسف الشديد على السوشيال ميديا أصبحت بتحط أحكام جازمة أن هذا الرجل مهمل إيش عرفك أنت يا جماعة ده شهود العيام بيقولوا غير كده أنا بالنسبال احنا بالنسبالنا هنا سواء إذا كان المزيع اللي واقف أو زملائي في الإعداد البرنامج إلى آخره ليس لنا حق الجزم أنا بقولك اللي حصل أقولك اللي جرى بناءا على كل الأخبار المنشورة تقريبا كلها شو أنا بقولك تقريبا ما قدرش بوده أجزم بأنه كل ما نشر تقريبا كل الأخبار الغالبية العظمى الأخبار المنشورة بتتكلم كده على لسان إيه شهود العيام اللي حاصل حتى لحظة وصول الخبر اللي أنا بكلمك فيه ده أنه تم انتشال تقريبا عشر جسس خلي بالك أنه الرجال الضفضع البشرية بيشتغلوا طول الوقت وبيدوروا وما إلى ذلك انت طبعا تعرف أكيد طبيعة نهر النيل إحنا فيه عندنا طيارات في بعض الأماكن بتبقى قوية ممكن تحرك بعض الجثامين من أماكنها تتجه بقى على حسب اتجاه الطيار يطار على كم متر هتتجه يسارا هتتجه يمينا أو هتتجه يسارا إلى آخر وفي رجال الضفضع البشرية الحقيقة بيقوم مع عملية بحث مضني علشان يقدروا ينقذوا كل من يستطيعون إنقاذوا أو انتشال جثث أخرى إن وجدت ورحمة الله على الجميع إيه النصيحة اللي أنا بقولها لحضرتك بعد إذنك بعد إذنك سيب الموضوع للتحقيقات بلاش الجزم طيب الفرق أو فرق الإنقاذ بتتابع مع وتتواصل مع الحماية المدنية في محافظة الجيزة وبتستمر هذه الجهود ليه انتشال الضحايا طيب القيادات الأمنية طبعا بتتابع وعن كتب وبمنتهى الاهتمام ببالغ الاهتمام كل ما يجري التحريات الأولية زي ما كنا بنتكلم بتقول إيه بقى بتقول على حول طبعا هذا الحادث حادث الغرق بتاع الميكروباس أو سقوط الميكروباس في نهر النيل في معدية أبو غالب بيقولوا إنه الحادثة كانت نتيجة لقطع في فرامل العربية دي التحريات ده هنا بقى مختلف عن إيه؟ مختلف عن شهود العيان بيقولوا إيه؟ ده دي تصورات شهود العيان أو دي رؤية شهود العيان أو هكذا أبلغوا أو سامعوا إلى آخره لكن التحريات بتقول إنه التحريات الأولية تاني ده مش التحريات النهائية التحريات الأولية بتقول حصل أطعف الفرامل بتاعة العربية أثناء تواجدها فوق المعدية العربية كان فيها تقريبا 26 بنت كلهم من المنفعية رايحين لعمالهم في منطقة القط أو القط شهود العيان بيكملوا بيقولوا إنه سائق الميكروباس زي ما كنت بحكي لكم كده ساب العربية علشان يتشاجر أو يوقف واحد من الشبان عند حده لأنه بيدايق البنات اللي ركبين عربيته رجل مصري عادي جدا بمنتهى الشهامة بنوازعه وأخلاقياته المصرية خد قرار إنه ما يسمحش بحاجة زي كده ما نروحش بقى نعود أصله كان أصله فيه أصله جرأ بالراحة عن الناس الرجل ده بالتأكيد ليه أسرة أنا معرفش إذا كان متزوج ولا لأ أب ولا لأ هو ليه أسرة أضعف الإيمان له أخوة أب أم ممكن يبقى له زوجة يبقى له أبناء يبقى له أصدقاء قريبين إلى آخره فلا داعي للخوض في الراجل محدش فيه لا يعرف لنا ولا أنت ترجمة نانسي قنقر